نقول يا أهلا والله في أخونا مسفر هلا فيك يا عبدالله أمسي عليك بالخير وعلى الضيوف الكرام وعلى أستاذ المشاهدين شو عندنا اليوم يا مسفر؟ عندنا أخبار يعني يمكن مبارات الشعلة ما أخذ حيز كبير اي ما أخذ حيز كبير أنا ما أدري يعني حنا قبل المباريات نقوم شيك على الملعب طيب يا أخي كان في فترة توقف تقدر تسوي يمكن النصراوين يابون ينقلون المبارات للريال والله ما أدري خلنشوفها بعد شوال يلا أظن السيء في هذا النادي العظيم ما والله ما ضير لا يمزح ترى يمزح عبدالله يا فهل روح الخبرنا الأول أزال المشاهدين ملعب الشعلة يحرج لجنة المسابقات قررت لجنة المسابقات نقل لقاء الشعلة والنصر ضمن كأس الملك إلى أستاذ مدينة الملك سلمان بالمجمعة وجاء قرار لجنة بناء على التقرير الأمني من شرطة الخرج والذي يمنع إقامة المباريات الجماهيرية بسبب أعمال الصيانة واستددت لجنة في قرارها على المادة سبعة تقسيم ثلاثة والتي تعطي الاتحاد الحق في إقامة أي مباراة على أرض محايدة لأسباب الأمن والسلامة ورئيس الشعلة رفض القرار والسبب عدم أخذ رأي ناديه وفضل اللعب في الرياض أو الأحسان طبعا عبدالله هي سلامة في الأخير نحن يمكن كبير شيء نمزح لكن في الأخير أهم شيء سلامة الجمهور ولكن العتب أنه وين من البداية يعني كان في فترة توقف وينهم في فترة الصيف فترة توقف الدوري ما أدري يعني صحيح أننا اليوم بنحاول تواصل مع كثير من المسؤولين في هالموضوع علشان نعرف يعني التفاصيل والمبررات اللي عليها تتخذوا القرار يلا نروح لخبرنا الثاني إن شاء الله تفضل الخبر الثاني أزائي المشاهدين محمد النويصر في مواجهة الإعلام يستخبر رئيس رابط الدوري المحترفين محمد النويصر اليوم وفد من الاتحاد الأسترالي وسيعقد النويصر مؤتمر صحفي مع وسائل الإعلام وسيكون ملف النويصر الانتخابي لرئاسة اتحاد الكرة أهم محاور النقاش نروح إزائي المشاهدين لخبرنا الثالث والأخير نادي تركي يطلب ود مختار النصر تلقت إدارة النصر خطاب من نادي قيصر التركي يطلب فيها الحصول على البطاقة الدولية لللاعب يونس مختار واللاعب فسخ تعاقده مع النصر مستغلا عدم حصوله على مستحقاته المالية لقرابة ثلاثة أشهر وتؤكد القوانين أحقية اللاعب في فسخ تعاقده في حالة عدم حصوله على مستحقاته المالية لمدة تسعين يوم كانت عبدالله هذه أهم أخبارنا اليوم لكن الظاهر المسألة المالية صارت على النوادي كلها يعني ويصير ممكن بعض اللعيبة نقول بعض يستغل ما يصدق أنه يخلص ثلاثة أشهر خليه يشوفني نادي ثاني بس صحيح وهذه أزمة ولازم من ديتنا اليوم اللعيبة يتأقلمون معها ولازم نتجوزها خلال المرحلة الجاية ولازم يقدرونها يعني بعض اللعيبة إذا كانت بعض النوادي ماشية معهم إذا مرت في أزمة قدرهم شوي صحيح أعطيك العافية أبو ديف شكرا لك شكرا